السلام عليكم إخواني أخواتي مرحبا بكم في هذا الفيديو وأنا دائما جيد ساعد بالتواصل معكم وسط من هذا الفيديو إخواني أخواتي غادي نتكلموا على القضية ديال بنت الكولونيل وكين مستجدات جديدة لي كتخص بتيسام بنت الكولونيل وغادي نتكلموا على تحيفا تحيفا اللي كان ممنوع الدخول للمغرب وكنشوفوا التصرفات دياله استفزازية المواطنين المغاربة وقاعدوا كتهديدات دياله وقاعد ضرب دياله في القادة وفي المؤسسات ديال الدولة يعني ما كيتسوق هاش يقول لينا ضربوا راسكم مع الحيث يعني أنا عندي نوفود واحتشي واحد ما يقدر عليها وهنا تيزيد يأكد لينا بإنه فعلا هاداك الموضوع اللي كانت طرق ليه بإنه كيجي عنده شي مسؤول كبير اللي قال لك توقف قدامه ولا تشوفه اتبول في حويجك سمحولي على هاد المصطلح ولكن الدرابكي هو اللي قال هاد المصطلح هادا وبغينا نوصلوه وفايت لينا ناقشناه علش مبقي ناش كالناقشو هذا الموضوع من اللي سمعنا بزاف ديال الجمعيات بزاف ديال الناس لي أصحاب قانوات ولي كي عندهم جمعيات وكي ترقصوا جمعيات قال لك راهو ممنوع يدخل المغرب حي تضرب في القادة وضرب في المؤسسات المغربية ديالنا وهان القادة وهان حتى البلاد وتيقول لك عندي نوفود ولكن دابا ملي كنشوفوه داخل كيش طح وتيقول لي هم تدير واحد الطريقة يعني ماش يرجو ماش يدي الرجال ماش يدي الرجال الحرار ملي كتدير هادا وكتبشي وسط العيالات انا كنقول هادوك العيالات واش ما عندهم مش الرجال انا كنقول هادو الرجال ارى الطرف مالنفخك يعيش ملي مخلي مرتك كتعنق واحد الانسان شا نقول لكم كتعنق واحد الانسان اللي كينوض كينكر الخير وكيدرب في المرأة المغربية وكان ضرب في المرأة يعني في الزوجات ديال العساكر اللي عندنا الحمد لله كان ضرب فيهم وحد ضرب اللي نعتهم بأبشع الكلام في صراحة وهاد السيد هادا كيدخل وكيدخرج كيف مبغى احنا بغينا نشوفو هيرشكون كي يحمي هاد السيد يعني واش فعلا هادك صاحب الحساب المشؤوم اللي صيفت بزاف ديال الناس للحبس اللي كان هو ضمر بزاف ديال العائلات اللي كانوا بزاف ديال الناس حاولوا انتحار بسبب هادا الحساب يعني كنشوفو احنا قاع هادوك الناس اللي كانوا كيناقشو هاد الموضوع قاع كنشوف هادوك الناس اللي كانت يرجب دات الاسماء ديالهم تعتاقلو وهاد السيد اللي كيجيب معلومات على الحساب ديال حمزة مون بيبي هو الواحد تقريبا كيجيب لنا اسماء اللي ربما ما معروفاش من بعد عاد كتلح للرأي العام انها فعلا را عندها مشاركة مع حمزة مون بيبي ربما هاد صاحب الحساب اللي ما بغاش يمشي معاه في الخط كيلفق ليه تهمه كيجيب له تصاور ما نعرف منين كيف كنشوفو دابا واحد الممتلة مغربية جبدو لها شي فيديوات وشي تصاور يعني قدام منين كيجيبوهم الله اعلم احنا بغينا هير توضيح واش حنا سواسية والقانون كيمشي على الجامع في هاد البلاد واللي فرط كيف تقول اللي فرط يكرط واللي غلط يخلص واللي كيمشي هي على واحد طابقة وطابقة ما كيمشيش عليها ندوزو اخواني اخواتي الموضوع الثاني دينا وهو ديال ابتسام بنت القولونيل اللي يدرلعش يتاول ديال الخير واللي يرجعها لعند وليدها ان شاء الله غدا ان شاء الله اخواني اخواتي عندها استدعاء من طرف ادارة دي الامن الوطني ما زال ما قالتش شن هو السبب وحتى هي ما عارفاش حتى تمشي عندهم عاد كتعرف شن هو السبب واش عندها شي شكاية واش كي شي مستجدات واش كانت قالت شي حاجة وما عندهاش عليها شي دليل هنا علاش اخواني اخواتي كنت نقول ليها كيسام اي حاجة غد قوليها رغت تحسب عليك ولا سمعتوني كنت نقول ليها ولا عندك شي دليل وتواصلي معانا ولكن هي الحرقة ديال الاب ديالها هي اللي كانت كتخليها ما كتديرش لفران واشنا ما كان عارفو حتى ما تقولوش لغالطة بالعكس هي يكون غالطات كنت تعتاقلات ما كينش الأدلة الكافية الناس اللي غادي نوجهوا لهم التهم ماشي انا هذا بالنسبة للكلام ديالها القادة ما عندوش الأدلة الكافية باش يمكنو يوجه التهم واحد العصابة اللي كنا كان عارفوه ولا الناس اللي كانوا سبب ولا اللي قتلوه الكولوني النور ديال العطور كنتمنا الحق ديال ديال هاد البنت والأب ديالها ايبان في القاريب العاجيب باخذاتوش في الدنيا رغدت سنة وتاخدوه في الآخرة ان شاء الله وخيهربوه من العدالة ديال الارض كي العدالة الالهية ان شاء الله ما تشي واحد ما كيهرب منها كل شي غدي ديال العقاب دياله كيف مكانت المكانة دياله كيف مكانت الرطبة دياله لك الساعة ما كيبقى لم عارف لا تليفونات لا حتى شي حاجة ما كي اللي غدي ينفعك إلا الأعمال ديالك نتمنى وليها خير غدا ان شاء الله كنتمنى إخواني أخواتي كون وصلت لكم المعلومة كما ينبغي وقناة طريق شبك تحييكم وتبارك الله عليكم